اكد سعدة السيد زايد بن راشد زياني وزير صناعة والتجارة والسياحة اكد ان نجاح الوزارة في اجتياز التدقيق الخارجي لشهادة الايزو في نظام استمرارية الاعمال يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطبيق ادارة استمرارية الاعمال بالاضافة الى ادارة الازمات في مختلف الظروف الممكنة والمحتملة لتصبح بذلك اول وزارة حكومية في مملكة البحرين تنال هذا النوع من الشهادات الدولية المتقدمة هذا وتمكنت الوزارة ايضا من اجتياز التدقيق الخارجي وحصولها على شهادة الايزو في نظام دارة الصحة والسلامة المهنية لتصبح بذلك ثاني وزارة حكومية في مملكة البحرين تحصل على هذه الشهادة واكد الزياني ان هذا الانجاز تحقق بدعم كبير من الحكومة الموقرة وامانها الدائم بتطوير الانظمة الدولية وتفعيلها بشكل ينعكس على تطوير مختلف جوانب العمل وبما يصب في تطوير العمل المؤسسي ورفع كفاءة الاداء في الوزارة ترجمة نانسي قنقر